المشهد غير مألوف ربما يكون صاعقا لأهالي حما فلا نواعير تطربهم ولا نهرا يجري كما العادة إنه الجفاف الذي أظهر قاع نهر العاصي بالكامل ليكتسي مجراه باللون الأخضر عوضا عن الماء كاميرا تلفزيون سوريا واكبت ورصادات خفاض منسوب نهر العاصي من ريف حمصة إلى وسط حما بنسب تجاوزت 90% في بعض المناطق إغلاق حكومة النظام لعنفات المياه في سد رستان شمال حمص وقلة الغطول المطري واستجرار مياهه لسيقاية الأراضي الزراعية علاوة على استخدام مياهه في كل من مصفات حمص ومعمل السماد الذي ساهم في جفاف مجرى النهر يعتبر هذا الجفاف كارثة بحد ذاتها على أهالي المنطقة ما ينعكس سلبا على الثروة السمكية وتضرر فئة كبيرة من ممتهين الصيد إذ تعتبر هذه المهنة مصدر رزق لعيش كثير من العائلات إلى جانب خروج مساحات زراعية واسعة من الانتاج لانقطاع سواق الري فترات طويلة ما يؤثر سلبا على محصول القمح هذا العام دراسة حنيفة أجراها موقع فنك المختص بدراسة الموارد المائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشير إلى أن سوريا مقبلة على أضاع سيئة في قطاع المياه بحلول عام 2050 من جراء الجفاف والحرب في ظل توقعات بأن يتم استنزاف خمسة أحواض مائية في سوريا بينها حوض العاصي فهل سيعود عنين نوعي رحمى مجددا أم أن الصالح